السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أسرة قناة تعليم إنجليش أونلاين أعزائي طلبة الطالبات الصف الأول للاعداد زي أهلا بكم مع فيديو جديد من ركن الملاهج التعليمية مع ميسة برينو تعليم إنجليش أونلاين النهاردة إن شاء الله عندنا بارت وان من يونت توالف النهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الأول من يونت توالف طب الجزء الأول ده في إيه بقى؟ هناخد فيه الكويسشن تاج اللي هو السؤال المزيل بالنسبة للجرامر وهناخد فيه كمان هو كريلاتيف برناون أو ضمير وصل يوصل بين جملتين وكمان هناخد أول ثري لسنز في ريدين وكلمات تعالوا بقى نتوقع على الله ونبدأ الدرس بالكويسشن تاج إيه هو بقى الكويسشن تاج ده؟ الكويسشن تاج ده هو عبارة عن سؤال مختصر يعني إيه سؤال مختصر؟ يعني بيتكون من كلمتين بس بيتكون من الفعل المساعد والفاعل فقط أي سؤال إجابته بيس أو نو دايما زي ما احنا متعودين مع بعض وعارفين إن أي سؤال إجابته بيس أو نو لازم يبدأ بفعل مساعد والسؤال المزيل ده إجابته بتبقى بيس أو نو فبالتالي هو بيبدأ بالفعل المساعد طب الفعل المساعد بيبقى بعضه إيه؟ بيبقى بعضه الفاعل والسؤال المزيل مفوش أكتر من كده الكويسشن تاج بيتكون من كلمتين بس الفعل المساعد والفاعل فقط يعني لما اجي اكون سؤال لو عندي فعل مساعد اتفقنا نعمل ايه نعمل كراس بين اول كلمتين بس هحط الاول كلمتين دون هعمل بينهم كراس وهحطهم فقط يبقى انا كده كونت السؤال المزايل طب هوا بيجي فين السؤال المزايل ده بيجي نهاية جملة خبرية عادية خلص يعني يكتب لي جملة عادية خلص ويحط لي اخرها وبعدين يحط لي سؤال مختصر بيتكون من الفعل المساعد والفعل بتوع الجملة دي ولكن هو دايما بيكون عكس الجملة من حيث الاثبات والنفل يعني ايه يعني لو الجملة اللي هو كتبهايلي في الاول دي مثبتة ما فيهاش ناط فانا لما كون منها سؤال عامل ما اصبع اول كلمتين او مثلا لو هبدأ بدو ضدد لو ما عنديش فعل المساعد لما اجي اكون منها سؤال مختصر اللي هو السؤال المزايل لو الجملة ما فيهاش ناط هحط ناط في السؤال المزايل طب لو الجملة اصلا فيها ناط دي جملة منفية يبقى هاشيل الناط من السؤال المزايل وحطه مثبت عادي ما فيهاش ناط يعني الكوستشن تاج بيبقى عكس الجملة اللي قبله لو الجملة مثبتة الكوستشن تاج بيبقى منفية لو الجملة منفية الكوستشن تاج بيبقى مثبت بس او بس يبقى هو عبارة عن ايه عبارة عن سؤال مختصر اجابته بيسقرنه بيبدأ بالفعل المساعد والفعل فقط بيجي فين بيجي لهذه الجملة عادية خالص في دلها عشان كيف سموه سؤال مزايل لانه بيجي في دل جملة اخيرها خالص الجملة بتبقى عادي جدا واخيرها قمة وبعدين هو لو الجملة مثبتة بيبقى هو منفي ولو الجملة منفية بيبقى هو مثبت تعالوا بقى انشوفها عملي السؤال المزايل ده بيجي شكله ايه والجملة شكلها ايه وبنحله ازاي اول جملة عندنا هي هي بتلعب تنس جملة عادية خالص فاعل فاعل مفعول عادية خالص مش سؤال ولا حاجة فاخيرها في قمة وبعد كده سؤال اخر مختصر هو ده بقى بيجي بالشكل ده بتديري جملة عادية خالص وبعدين قمة وبعدين سؤال مختصر طب انا هعمله ازاي او هكونه ازاي من الجملة الاسسية اللي عندي انا لو هعمل سؤال من الجملة دي هعمل ايه لو هعمل سؤال اجابة انا هبص لو عندي فعل مساعد هعمل شي اس بقت بس خلاص هو ده سؤال مزاه انا عندي هنا شي اس يبقى السؤال المزاه بتاعها ايه اس şeyi هحط اس شي حاطت اس شي خلاص كده لا يبقى نقطة صغيرة انا هنا بجملة دي فيها نط لا يبقى سؤال مزاه لا يحط في نط يبقى مش هتبقى اس شي هتبقى ايه ازنت شي احط النط للفعل مساعد فبقت ازنت شي بس خلاص كده عملت سؤال مزايد عملتك Same اصل ده الدرس اصلا. تعالوا نشوف اللي بعد. they shouldn't eat a lot of sugar. جملة عادية خالص. they shouldn't. اما يعمل بقى سؤال مزيل في اخيرها. هعمل ايه? انا عندي هنا فعل مساعد? اوه عندي should. يبقى هعمل ايه? يبقى هعمل cross. يبقى they should بقت? should they? هنزلها. فبشت فيها not? لا. مدام تدي فيها not? يبقى السؤال المزيل مش هحط له not. لو جملة منفية السؤال المزيل هيبقى مزبط. فمش هنزل shouldn't بالnot هنزلها من غير الnot. فبقت should they. جملة منفية السؤال مزبط. الجملة مزبطة السؤال مال في not. بس. تعالوا نشوف سؤال تاني بقى مفوش فعل مساعد. فبالتاني مش هارف عامل cross. I study hard. هنا ده بقى مفوش فعل مساعد. مفوش helping verb. طب هعمل ايه? هعمل cross ازاي? واكون question tag. عادي ما انا هكون سؤال في present simple. واحنا شرحنا مع بعض present simple. بنعمل ايه في السؤال? هيا فاكرين? لو في اس بتيجي بضز وشيل الاس. مفيش اس هبتيجي بدو. هي هي. انا هنا الفورب عندي ده. في اس? لا ده مصدر. يبقى في الحالة دي هبتيجي بايه? هبتيجي بدو. وبس. يبقى دو ايه? دو اي. هتقول لي يا ميسم احنا الاي بتنزلها يو? لا. في الاي بتنزل زي ما هي ما بتتحولش. الاي بتتحول يو في اي سؤال. معادة الاي بتنزل زي ما هي. فبالتالي هتبقى ايه? دو اي. حطيت الدو وحطيت الاي. ها ناسين حاجة? اه. انا هنا مفيش ناط الجملة مثبتة. يبقى بالتالي السؤال هيبقى ايه? منفي. فدو هتبقى ايه? دونت. هحط لها ناط. فهتبقى دونتة ايه. بس نور واقس تو سكول. انا عندي هنا نور. يعني شي. وعندي هنا في اس. معنديش فعل مساعد بس عندي اس. فاكرين قلنا ايه? لو في استبتدي بدس. يبقى كده كونت السؤال. هتبقى دس نور. طيب هنزل الاسم في الاخر زي ما هو? لا. هعود بقى عنه الضمير. بدل دس نور هتبقى دس شي. طيب انا عنديش ناط في الجملة. يبقى حط للدس ناط بقت دسنت. ونزل شي بدل نور. انا هنا مفيش ناط. فبالتالي لما حط دس هحط لها ايه? ناط. في الجملة المثبتة. السؤال المزيل بتاعها بيبقى ايه? بيبقى منفي في ناط. فبقت دسنت شي. بس هو ده سؤال المزيل يا جماعة? لو عندي فعل مساعد هعمل بين اول كلمتين واحطوهم في الاخر بس بشرط لو انا الجملة اللي عندي اللي عملت فيها دي وكونت منها السؤال مثبتة بحط ناط للفعل المساعد تاع السؤال المزيل. اما لو هي منفية بشيل الناط من الفعل المساعد بتاع السؤال المزيل. طيب لو الجملة في او الباست بعمل ايه? لو عندي ايه هبدأ بدد وشيل ايدي. بقى كده كونت سؤال. عندي اس هبدأ بدز. طيب عندي مصدر. مفيش اي اضافات هبدأ بدون. اللي هو تكوين السؤال اللي احنا اخدناه في الماضي البسيط والمدارع البسيط. في عندي بقى كده بعض الاستثناءات. انا عندي هنا ايم. هنا بقى مش هعمل مقص بينهم. ايم دي من الشواز بتاعت السؤال المزيل. لو لقيت ايم بحطها في الاخر ارنت اي. ارنت اي. بالشكل ده. فدي من الشواز. السؤال المزيل او الكوستشن تاج لبعض الشواز. اهمهم ايم. لو لقيت ايم في الاول. هحاولها في الاخر لارنت اي. في حاجات تاني? اوه. في حاجات تاني. ولكن الاشهر واللي بتيجي في الاسئلة ايم. تتحول لارنت اي. طب الحاجات التانية هنشوفها مع وعد عملي دلوقتي من خلال شاشة الكمبيوتر وهنحل كمان عليهم. بس حتى لما تشوفوا الاسئلة معايا هتلاقوا دايما ان الاسئلة لو جدت في حاجة شازة بتيجي في ايم. تتحول لارنت اي. والبقين زي ما هم. زي ما احنا شرحنا كده. السؤال المزيل. بيجي عبارة عن سؤال في اخر جملة عادية خالص. بيكون من ايه? من الفعل المساعد والفعل بتاع الجملة دي. لو فيها فعل مساعد هعمل ما قص لو ما فيهاش هبدأ بدو او دز او دد على حسب الفعل. لو الفعل في اس هبدأ بدز. ما فيوش اس هبدأ بدوه في اي دي او ماضي هبدأ بدد. بس هحط الفعل المساعد مع الفاعل لو جملة مزبتة هحط الفعل المساعد لو جملة منفية هحط السؤال المزيل ده ما فيوش مش منفي. بس هو ده كده. طيب قبل بقى ما ننتقل لشاشة الكمبيوتر ونشوف الاسئلة عملي عليه نقص لنا صغيرة قوي او نقطة صغيرة اللي هو بنسميه ضمير واصل. وحنا عندنا في اكتر من ضمير واصل في الانجلش ولكن احنا عندنا هو بس. وهو سهلة جدا. هنشرحها دلوقتي وهتلاقوها سهلة جدا اصلا. ما سايش اي حاجة. هي بس كانت القصة اللي عندي هنا او الدرس الرئيسي عندي هو اللي فيه شوية شرح. وزي ما انتوا شايفين هو عبارة عن تكوين سؤال عادي جدا وسهل ومس صعب خلص. طيب تعالوا بقى ناخد هو عشان نشوفهم هيجولنا زي في الامتاحية. هنجي بقى هو ضمير الواصل هو. يعني ايضا منواصل? ضمير الواصل ده بيدي معنى اللذي او اللتي. فهو هنا بتيجي بتوصل بين جملتين بمعنى اللذي او اللتي. وهي بتعود عن الفاعل اللي بيقرر في جملتين. وهو دايما تيجي بعد الاشخاص او تعبر عن الاشخاص. يعني لو قلت مثلا هذا هو الرجل الرجل ده شخص انسان. فبالتالي هقول لما اجي اقول عليه الذي هستخدمه مش هستخدم ايضا مير واصل تاني. هو بتيجي بعد الاشخاص. لو قلت مثلا هذه هي البنت التي. هحط بعدها هو. ده جيرل هو. دي حطته بعد ده جيرل عشان جيرل دي شخص. اشخاص. والاشخاص دايما نجيب بعدهم هو بمعنى الذي او اللتي. بس. لقينا شخص. اي انسان اي شخص. وقال لي حط بعدي. اختار كده او صحح او صحح. وجاب لي بعدي جاب لي اي حاجة. وجاب لي هو. لازم حط بعدي هو. الانسان بحط بعدي هو بمعنى الذي او اللتي. بس هتجيلي كده في الامتحان. هتجيب لي شخص وهيقول لي بعدها هو ولا ايه ولا ايه ولا ايه. فحط بعدها هو. بمعنى الذي او اللتي. يبقى هو معنى الذي او اللتي وبتيجي مع الايه الاشخاص. بنقصد ديها الاشخاص. هذا هو الرجل. الذي اعمل معه. فهو هنا جات بمعنى الذي. والذي دي رجع على ايه او بتعود على ايه? على الاشخاص. فبالتالي جاية بعد الايه المان. المان ده ايه? شخص. فلما الاقي شخص كده. مانة هو الرجل ده شخص. احط على الفول بعديه هو. بمعنى الذي او اللتي. الجملة اللي بعدها. the teacher is the person. person يعني شخص. المدرس هو الشخص. the person. the person ده شخص. يعني انسان. احط بعدي ايه? هو بمعنى الذي او اللتي. the person who teaches the people. هو الشخص الذي يعلم الناس. يبقى هنا. عشان لقيت كلمة the person. الشخص. وحطت بعدها ايه? هو. بمعنى الذي او اللتي. وحطتش حاجة تاني. فلو قال لي اختار. وقاب لي شخص كده. the person, the man, the girl, the woman, the teacher. اي شخص. وقال لي اختار بعدها او صحح بعدها. وقاب لي اي حاجة تاني غيره. مختارش غيره. بس. اعتقد انها سهلة جدا. تحالوا بقى نشوف ال question tag وهو. بيجو زي في اسئلة الامتحان. ونحلناها مع بعض عملي. وناخد اول three lessons for reading وكلمات. اه وما ننساش الناس اللي لسه مشتركتش في القناة. تنزل بسرعة لتشترك في القناة. وتفعل الجرس عشان يوصل الله يشعر بكل فيديو جديد. دلوقتي هنطبق عملي على الحاجات اللي احنا شرحناها. على هو ال question tag. من خلل الاسئلة اللي جات في student book وال workbook. a person. person يعني شخص. ومدام انا عندي شخص عاقل اهو. يبقى حط بعدي ايه. حط بعدي هو. هو دايما تيجي بعد الشخص العاقل بمعنى الذي اوالتي. number two. an architect is a person. المهندس المعماري هو الشخص. برضو شخص. مهندس معماري وشخص. يعني عاقل. يعني هتاخد بعدها ايه هو الذي. طبعا في الاول هنا الترجمة a person who takes الشخص اللي بياخد صور فوتوغرافية او بيلتقط صور فوتوغرافية بيسميه مصور فوتوغرافي هنا المهندس المعماري هو الشخص اللي بيصمم المباني او بيعمل تصميمات المباني الطبيب هو الشخص ايه برضو هو دعاقل هنحط بعدها هو بمعنى الذي او التي بس فهو بتجيلنا كده في الامتحان يجب لي كلمة person او يجب لي اي شخص architect doctor teacher اي شخص my uncle ويقول لي بعدها اي ضمير واصل فانا بختار هو اللي بيعتني ب people's health يعني صحة الناس ده كده بالنسبة له بعد كده جايب لي اسئلة على ال question tag it's a nice flat جملة عادية خالص واخرها ايه سؤال السؤال ده هيكون ايه مدام لقيت جملة عادية كده مكتوبة وبعدين كومة وبعدين عايز سؤال في question mark في الاخر يبقى في الحالة دي انا هحط question tag والquestion tag بيكون من ايه بنكون سؤال من الجملة نفسها لو فيها فعالة مساعد هعمل cross ولو جملة مثبتة ما فيهاش not هحط not في السؤال هنا it is لو عملت cross هتبقى ايه is it هنا في not لا يبقى حط الفعالة المساعدة في سؤال ايه not بدل ما تبقى is it هتبقى isn't at فين بقى isn't at اهي number c فهتبقى هي دي الايه اللي بعدها Sarah wants ما فيش فعالة مساعد بس فيه s طيب جملة برضو عادية واخرها كومة وعلمة استفام يعني عايز سؤال في الحتة دي يبقى ده question tag انا عندي s اما جي اكون سؤال وعندي فعالة في s ببدأ بايه بdoes فهتبقى does وبدل سؤالة طبعا هعوض عنها بضمير she هتبقى does she هنا مفيش not يبقى انا لازم انفي question tag فهتبقى doesn't she فين بقى doesn't she number a زي ما نشايفين سهل جدا مجرد تكوين سؤال هنا برضو we should طيب we should هعمل ايه هعمل cross عشان هعمل question tag فهتبقى ايه shouldn't we وزي ما قولنا الضمائر بتنزل زي ما هي ما بحولهاش فهتبقى shouldn't we انا هنا ما عنديش not هحط not فهتبقى shouldn't we فين shouldn't we number d our parents are our parents دول زي جمع وبعدها are فبرضو هعمل cross فهتبقى aren't they اللي هنفيها عشان هنا مفيش not فالquestion tag هيبقى في not فهتبقى aren't they فين aren't they برضو اخر واحدة تعالوا بقى نشوف الcorrect هيبقى عامل ازاي قبل بقى ما نحل الcorrect جالنا سؤالينا هو في الوركبوك نحلهم بالمرة your grandmother doesn't like هنا بقى في not مدام في not يبقى انا مش هحط نوت في question tag وانا عندي اصلا داز ايه فعل مساعد فهتبقى does ايه does she عشان grandmother جدة دي she فهتبقى does she فين بقى does she number one number 12 she if range هنا بقى عايزه جملة نفسها وحاطتلي question tag doesn't she طبعا question tag من في في not فهنا بقى جملة تبقى مثبتة ما فيهاش not question tag في does يبقى جملة مثبتة بتبقى بالS يبقى تبقى شي speaks ديه لان الفعل لما بقى في S بس قال بdoes فهتبقى شي speaks بالنسبة بقى لي correct you want to be a nurse doesn't you طبعا you ما بتاخدش doesn't you بتاخد ايه don't وكده كده انا هنا ما فيش S وعند you فبابدأ بالdo وطبعا الضوهن فيها عشان جملة هنا مثبتة فانا لازم هنا ايه اجبها في النقش بقى تبقى don't you فالتصحيح ان انا حاول doesn't لdon't عشان عند you يو بتاخد don't مش ضازت number two it isn't hot today does it طبعا لا ما بتاخدش حط ضازت عشان عندي هنا is فانا هعمل cross فit is هتبقى is at وعشيل ال not طبعا عشان ده عكس ده الجملة مدام من فيه السؤال ما بيبقىش من فيه فهنا هتبقى is it مش ضازت فالdoes ده صحيح is عشان السؤال في is a nurse is a person الممرضة هي الشخص عاقل يبقى مايربطش بوين اربط بايه بهو who looks after sick people التي تعتني بالمرضة اخر واحدة you did your homework last night don't you طبعا برضو مش تبقى don't عشان انا هنا عندي موضي did فبالتالي انا هنا لازم يكون موضي فهتبقى didn't you بس زي ما انتوا شايفين سهل جدا واسئلته سهل قوي تعالوا بقى هنشوف الكلمات بتاعت اول three lessons lessons one or two accountant accountant يعني محاسب architect architect مهندس معماري businessman او business woman معاناها رجل اعمال او سيدة اعمال computer programmer computer programmer يعني مبرمج computer dentist dentist طبيبة اسنان photographer photographer يعني مصور فوتوغروفي engineer engineer مهندس scientist scientist عالم writer writer كاتب marine biologist marine biologist يعني عالم احياء بحرية pilot pilot طيار teacher teacher يعني مدرس او مدرسة interview interview يعني مقابلة شخصية وممكن تقيقى كفالة بمعنى يجري مقابلة شخصية research research يعني بحث laboratory laboratory يعني معمل business business يعني عمل تجاري design design يعني يصمم كلمة lesson one future plans future plans خطط مستقبلية office office مكتب meeting meeting اجتماع engine engine يعني محرك machine machine ال science science يعني علوم african countries african countries دول الافريقية score score يعني يسجل او يحرز call call يتصل goal goal هدف voluntary voluntary يعني تطوعي wheelchair wheelchair كرسي متحرك some some مسألة حسابية او بتجي معنا مبلغ من المال traditional traditional يعني تقليدي quiz quiz اختبار قصير study study يدرس او يذكر photograph photograph يعني صورة فوتوغرافية sec sec مريض article article مقالة name name يعني اسم voluntary work voluntary work يعني عمل تطوعي كلمات listen to person person شخص job job وظيفة test test يختبر او اختبار dive dive يعني يغطس تجي معنا غطسة لو جدك اسم expect expect يتوقع voice voice يعني صوت انسان Atlantic ocean Atlantic ocean المحيط الاطلسي nurse nurse ممرضة dream dream يعني يحلم او حلم prefer prefer يعني يفضل specially specially يعني بصورة خاصة read your program read your program يعني برنامج ازاعي presenter presenter مقدم برامج advice advice نصيحة decide decide يقرر diving diving رياضة الغطس results results يعني نتائج terrible terrible يعني رهيب storm storm معصفة volunteer volunteer متطوع او يتطوع record record يعني سجل collect collect يعني جمع نحن نشوف كلمات listen 3 جي الكي vocab ستاع 3 و 4 apartment apartment يعني شقة university university يعني جامعة children children اطفال get smart يتزوج grand grandparents present present هدية workshop workshop يعني ورشة pottery pottery يعني الاواني الفخارية adult adult يعني بالغ او رشد marked marked يعني سوق colorful jewelry colorful jewelry يعني مجوهرات ملونة basket basket يعني سلة skill skill مهارة education education تعليم pass pass يعني كتاز earn يعني يكسب او يربح study study يدرس او يذكر كلمات listen 3 exam exam امتحين subject subject مدد رسية enough يعني كافي live events live events احداثة حياتية travel travel يسافر flying flying الطيرون blog blog مدونة south africa south africa جنوب africa action action حدث plastic bottles plastic bottles زجاجات plastikية hope hope يتمنى countryside countryside reef carry carry يحمل player player لعب practice practice يمارس او يدرب probable probable يعني محتمل كده خلاص خلصنا نص الـ unit ان شاء الله هنعدي يوم واليوم اللي بعده هننزل part 2 اخر حاجة في المنهج وبعد كده هنبتدي نراجع ونتدرب على اسئلة الامتحان اشتركوا في القناة